محاربة الفساد ونزع سلاح الميليشيات وععادة المهاجرين والبدء بالعمار والبناء والمصالح الوطنية كلها ملفات شائكة تنتظر من رئيس الوزراء حيدر العبادي حسمها خمسة أشهر هي كل ما تبقى من الولاية الأولى لحكومة رئيس الوزراء بعد ثلاث سنوات صاخبة بالأحداث ثلاث سنوات وتحرير الأراضي العراقية من برثان تنظيم داعش الإرهابية في مقدمة أولويات الرئيس بالإضافة إلى تصديه لاستفتاء الاستقلال الذي نظمه الأقليم رئيس الوزراء قال أن الحرب المقبلة ستكون أشرس من الإرهاب وهي محاربة الفساد والمفسدين مخيرا إياهم بين إعادة أموال الدولة أو أن تأخذ منهم عنوة ثم يسجنوا محذرا إياهم من اللعب بالنار هذا الإعلان المهم يراه بعض المراقبين صعب التنفيذ لأن الكتل السياسية سترفض التعاون معه خصوصا أن بعضهم متهم بقضايا فساد وسيعتبرون أن ما يحدث عملية التسقيق السياسي هدفه التهميش وإقصاء الآخر مع قرب الانتخابات وبعد هذا الملفية آخر لا يقل خطورة عن الأول وهو نزع سلاح الميليشيات متعاهدا غير مرة بنزع سلاح الفصائل الشيعية المسلحة التي ترفض الدخول تحت سيطرته بعد هزيمة الإرهاب باستثناء فصائل الحج الشعبي الذي قال إنه مؤسسة رسمية وفي هذا السياق وجه زعيم التيار الصدري قوات سرايا السلام بتسليم سلاحهم للدولة والانسحاب من المواقع المحررة باستثناء سامرة مطالبا بمنع استخدام عنوان الحجر ومنع قادته من المشاركة في الانتخابات المقبلة ويتجاوز عدد الذين نزحوا من مدنهم وقراهم بسبب الإرهاب الثلاثة ملايين لذلك فيمن الضرورية لهؤلاء الذين يعانون قساوة النزوح في مخيمات الإيواء وغيرها الرجوع إلى قراهم المحررة هذا مع العلم أن هناك نازحين تحررت قراهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ويمنعون من العودة في جرف الصخر وبعض مناطق صلاح الدين وديالة وغيرها هذا ويواصل رئيس الوزراء السعيه لحث دول العالم في المشاركة بإعمار وبناء ما دمره الإرهاب مطالب من المجتمع الدولي بدعم العراق لمساعدة النازحين وإعادة أعمار ما خربته الحرب ضد الإرهاب أما ملف المصالحة فهو من أولوياته باعتباره رئيس وزراء جميع العراقيين وليس طائفة بعينها وهو بالتالي يسعى لجعل كل المكونات العرقية والدينية تشعر بالانتماء إلى وطنها والشعور بفائدة المصالحة بالنسبة لها ويشكل ملف نفوذ إيران أحد أهم الملفات التي تسعى حكومة العبادي إلى حسمها وهو ما كان واضحا من الانفتاح على العالم العربي وزيارة العبادي للسعودية العبادي نجح في كل الاختبارات القاسية خلال توليه سدة الحكم في رئاسة الحكومة العراقية فهل سيحقق النصر في هذه الملفات الشائكة؟ هذا ما ستجيبنا عنه الأيام المقبلة